يعني دعوات الآن لجماعة الحوثية لاستغلال هذه الفرصة يعني برأيك هل بالفعل هي تراها فرصة لاستغلالها أم في صالحها المماطلة وعدم الجلوس على طاولة الحوار نظرا لامتلاكها هذه المنطقة الجغرافية بمواردها بإحكامها السيطرة على مناطق حدودية مع المملكة وغيرها والله شفا أخي العزيز دعني أقول لك أنا قراءتي للموقف والدعوة بحد ذاتها هي تمثل انتصار سياسي للحوثيين تمثل انتصار سياسي أنه يجلسوا مع الحكومة الشرعية ومع الأطراف الداعية لعودة الشرعية في اليمن بطاولة حوار واحدة وهم صنفين هذا انتصار سياسي لهم لكنهم بفعل الخبرات السابقة عندهم بالتلاعب بالمواقف الدولية والمواقف الأمريكية تقربوا وتمترسوا على هذا فتعودوا على المناورات وتحقيق أكبر مكاسب من أي مواقف آخر وبالأخير هم ينصاعوا بطريقة أو بأخرى للخارج لكن بداخلهم يعملوا مناورات سياسية على أساس يبقوا في نظر مقاتليهم المساكين المخدوعين بهم لكن الكيان الذي لا يتزعزع ولا يستقيب لنداءة أمريكا لكن ألا ترى أستاذ فيصل بأن هذه المناورات التي تعملها وهذه الرسائل التي توصلها إلى جماهرها ساعدها على إصال هذه الرسالة وهذا الهدف المجتمع الدولي بكل تحركاتها أو بالاستجابات المتكررة لمطالب هذه الجماعة أليس كذلك؟ نعم شوف هل الجماعة الحوثية الانقلابية الآن تعمل بالتقاهين بالتقاه بالداخل تحرس على كاسب مقاتليها والمخدوعين بها وبالنسبة للسياسة الخارجية هي المعروف أنها تصير بالتقاه الأجندة الإيراني الآن الحوار السعودي الإيراني وصل لمرحلة ويدخل مرحلة قديدة هذه من ضمن الإنجازات حق المرحلة القديدة للحوار الإيراني السعودي لأنه للأسف الشديد نحن نقول أنه ليش نقف ضد هذا الكيان من حيث المبدأ لأنه لا ترك فرصة لليمن ولا لليمنيين لأي وجود في أجندته السياسية وفي أجندته العسكرية كل شغله بالداخل نحن علينا ندفع الثمان والمكاسب تحققها إيران مكاسب السياسية على حساب المنطقة وعلى حساب أمن المنطقة واستقرار المنطقة أنا تابعت المؤتمر الصحفي الذي تم ليندر كينغ المبعوث الأمريكي والذي سماه إيجاز صحفي حتى ما سموه مؤتمر صحفي وكأن الرجول يتحدث عن النقاح التي تتغنى به الخارجية الأمريكية أنه التعهدات التي تعهدتها إدارة بايدن للنظام الإقليمي الموثل بجويرنا وشركاءنا في الحرب بدول المجلس التعاون الخليجي أنه وقفوا العدوان الإيراني بواسطة الحوثية لإعتداءات المتكررة التي كانت الصواريخ والمسيارات والذي يسميها بعض الكاتب العربي وأنا أتفق معه المشاغبات الحوثية خارق الحدود هي فعلا كانت ليست أكثر من مشاغبات مشاغبات عسكرية وأمنية حققوا من خلالها مكاسب وكانت لصالح إيران فالأول ما بدأت أحدث عنه المبعوث الأمريكي أنه أوقفوا هذه المشاغبات الآن سنة مرات بدون تقديد الهدنة وخلاص بالحدود ما فيش أي مشاكل طيب يعني الآن إيقاف مثل هذه المشاغبات كما تقول يبدو أنها وقفت باتجاهات معينة ما بين المملكة العربية السعودية يعني عدم قصف هذه الحدود أو منشآتها كذلك المملكة العربية السعودية والدولة التحالف تقوم بإيقاف ضرب النار على اليمن هكذا تمت الاتفاقية ويبدو أنها طبقت بهذا الشكل ما الذي يهم الشعب الآن يعني ما الجديد ما هو يعني أو ما هي رؤية السلام الآتية أو القادمة في الأيام التالية والله يا أخي العزيز أقول لك أنا الشعب اليمني لم يكن بحاجة لسلام حقيقي وآمن ومستقر أكثر ما وصل إليه هذه المرحلة يعني في هذه الأيام ما وصلت إليه تبعث الحرب هذه اللعينة التي أشعلها الحوثيين داخل البلد وعمموها على كل أرقاء اليمن بدون أي مبرر لهذه الحرب لا من أساسها ما كان لها أي مبرر فاليمنيون الآن بأمس الحاجة للسلام حقيقي لكن لا أتوقع من الحوثيين أنهم يكونوا سببا للسلام في اليمن نعم يعني لكن الآن نظر لضيق البقر أتعويل لنا على تحقيق سلام سياسي واستقرار اجتماعي من خبق الحوثيين كما يقول السيد عبدالله البردوني رحمه الله مثل راقي الطهر في عين النقاسة